بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نبدأ هذا اليوم التاريخي 2 إبريل 2024 الموعد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يبدأ الولاية السالسة الولاية الجديدة لمدة 6 سنوات الرئيس المنتخب اليوم يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة مصر من القاهرة للعاصمة العاصمة هي القاهرة العاصمة هي جزء من القاهرة مع الزلناش خالص تظل القاهرة هي عاصمة مصر على مر التاريخ بلها أكتر من 1100 سنة وهتفضل إن شاء الله آلاف السنين على القاهرة هي عاصمة مصر ولكن انتقلت المباني الحكومة وغير ولكن العاصمة هي القاهرة العاصمة الإدارية هي جزء من العاصمة من القاهرة زيها زي التجمع زيها زي الشروق زيها زي كل ده تابع القاهرة كل ده تابع محافظة القاهرة ولكن أي كلام وأي هبد إن إحنا خلاص عزلنا وسبنا العاصمة القديمة وروحنا العاصمة الجديدة والعاصمة القديمة ماحدشها لا لا خالص plateed esta syab ولا العاصمة الجديدة هتظل موجودة وتفضل موجودة ولكن بنتكلم على توسع للدولة على الاقل بيبقى عندك النهاردة جمهورية جديدة من اليوم بنتكلم على جمهورية جديدة بمعنى الكلمة الجمهورية الجديدة اللي حضراتكم النهاردة هيكون اداه يمين النهاردة بعد قليل باذن الله تعالى بتابعين هذي هذه التغطية على الهواء مباشرة حتى أن تنتهي كل هذه المراسم اللي هتبدأ من دخول السيد الرئيس ووصول السيد الرئيس للعاصمة ثم التوجه لمجلس النواب والاستقبال في مجلس النواب والمدفعية التشريف وترحيب بقدوم السيد الرئيس وده بالمناسبة مش موضوع جديد طلقات المدفع دي مش جديدة خالص اتعاملت كل الرؤساء مصر اتعامل لهم هذه الاحتفالية مصر يا جماعة مصر وعزي لكم القسم واليمين أيضا من كل الناس يا الرئيس مبارك أقسم قدام البرامان ست مرات الملك فاروق بعد ما اتعامل الدستور 23 بدأ أقسم قدام كان وقتها حتى مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيام الملك ثم بعد ذلك الرئيس محمد نجيب أقسم ما كانش فيه عندنا خلاص تم اسقاط الملكية وما بقى فيه دستور ما فيه أقسم أمام مجلس في قد السورة في فناء القصر الجمهوري رئيس نجيب ثم رئيس عبد الناصر بعد كده أمام مجلس الأمة وكانوا أول مرة رئيس عبد الناصر وقد القسم أمام مجلس الأمة كان رئيس ساداته ورئيس مجلس الأمة ثم بعد ذلك الرئيس سادات طبعا ما كانش عندنا في تاريخ مصر انتخابات لرئيس الجمهورية كانت جميعها استفتاءات ينزل الشعب استفتاء على الرئيس وبالتالي الرئيس يروح يؤدي القسم أمام البرلمان أول مرة نشهد انتخابات انتخابات للرئيس الجمهورية كانت في عام 2005 في عادة الرئيس مبارك دي كانت أول انتخابات اللي هو بين أكثر من مرشح لأنه استفتاءات لها وضع استفتاء الشعب الرئيس ولاية اتنين زي ما كان رئيس عبد الناصر رئيس سادات رئيس مبارك ولكن رئيس مبارك خاط انتخابات هي انتخابات واحدة 2005 ودى بعدها اليمين أمام مجلس الشعب حتى 11 فبراير 2011 ثم بعد ذلك المجلس أعلى قوات المسلحة ثم بعد ذلك لأول مرة نشهد مرسي بيؤدل قسم ثلاث مرات هو الدستور بيقولك مرة زي النهاردة هي مرة قدام البرلمان مرسي أقسم ثلاث مرات خرج عن الدستور حتى يعني خرج ده دستورنا بالمسبب ده دستورنا قسم بنان على هذا الدستور النهاردة مرسي رح أقسم أمام في ميدان التحرير وفي جامعة حاجة كانت عجيبة جدا وفي جامعة القاهرة وفي أمام الجامعة العامة للمحكمة الدستور العلي ده اللي كان مرسي الرئيس عفتاح السيسي أقسم في 2014 ما كانش عندنا لسه الدستور كان لسه الدستور ما تعملش أقسم سيادة الرئيس آسف سيادة الرئيس أقسم أمام الجامعية ما كانش عندنا مجلس الشعب في ذلك الوقت ما كانش تم انتخاب مجلس الشعب أقسم سيادة الرئيس في 2014 أمام الجامعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2018 سيادة الرئيس أقسم أمام البرلمان في يونيو 2018 يبقى كان أول سيادة الرئيس يؤدي اليمين لأول مرة أمام البرلمان إمتى؟ في الولايات التانية يونيو 2018 النهاردة سيادة الرئيس أمام البرلمان الرئيس المنتخب يأتي بشرعية كبيرة جداً تصل إلى قرابة أربعين مليون ناخب انتخبوا الرئيس انتخابات حرة ومباشرة سواء في الداخل أو الخارج شعب المصري نزل في الخارج أولاً ثلاثة أيام ثم في الداخل على مدار ثلاثة أيام كانت أيام مبهجة وأيام عظيمة وتم إعلان نتيجة الانتخابات واليوم سيادة الرئيس يؤدي اليمين الرئيس المنتخب الرئيس عبد الفتاة حزيزي نتكلم على ولاية تم تعديل في الدستور بدل أربع سنوات بقى ست سنوات هذه الولاية ولاية الرئيس ست سمير حتى عام عشرين تلاتين ثاني النهاردة اللي بيتمي في العاصمة ليس مسألة انتقال البلد بالكامل ونقل ومبقاءة القاهرة خلصنا أنها لا نهاردة منتكلم على إدارة الحكم والقصر الرئاسي موجود في العاصمة زي وزي الموجود فيه للتحادية زي وزي الأب قبل كده زي وزي عبدين زي وزي العالمين يعني قصر للحكم وليس قصر لإدارة شؤون البلاد الحكومة كلها موجودة في العاصمة من العام الماضي وبالتالي الدولة موجودة مش معنى انتقال الدولة معنى إنه مصر غيرت وانتقلت إنه ومصر زي ما بقول كده يعني غيرت لا لازم نتأكد من كل أي شيء بيتم لأنه فيه محاولة للكلام على إنه خلاص نقلنا وسبنا القاهرة وبقت طب هي العاصمة جديدة اسمها إيه؟ العاصمة هي القاهرة لازم تبعرف حضراتكم تبعرفين كده العاصمة هي القاهرة مش معنى وجودنا فيه فيه العاصمة الإدارية إنه القاهرة دي خلاص أصبحت من الماضي تفضل القاهرة هي عاصمة مصر التاريخية النهاردة منتكلم على منظومة جديدة منتكلم على جمهورية جديدة تبدأ من اليوم عقب أداء السيد الرئيس اليوم اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الدولة حاضرة مجلس النواب بالكامل حاضر النهاردة قيادات الدولة كبار رجال الدولة موجودين النهاردة بعد شوه يبقى معنا صورة حية من داخل العاصمة الإدارية وداخل مجلس النواب عشان نتابع مع حضراتكم كل هذه التطورات اليوم على مدار هذا اليوم حتى انتهى ان شاء الله المراسب وهذا الاحتفال الكبير بطبعا تنصيب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لولاية جديدة تبدأ اعتبارا من اليوم ولمدة ست سنوات ايه اللي هيتم النهاردة الدستور هو الواضح قدامنا دستورنا اللي احنا عملناه حضراتكم ده دستور مصر المادة 144 من الدستور ماذا تقول بتقول ايه قدام حضراتكم يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية تاني مادة 144 من الدستور اشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية قبل ان يتولى مهام منصبه ايه هو امام ايه مجلس النواب اليمين الاتية يبقى هنا بديتكلم على مجلس النواب لانه لما تعمل الدستور ما كانش مجلس الشيوخ موجود وبالتالي مجلس النواب اقسم بالله العظيم مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستورة والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضي ده القسم السيادة الرئيسي النهاردة يقسم هذا القسم اليوم باذن الله تعالى بعد هذا القسم يبدأ السيد الرئيس في القاء كلمته للامة المصرية العظيمة يحدد السيد الرئيس ما هو مستقبل هذا الشعب العظيم ايضا من خلال كلمة وخطاب السيد الرئيس الخطاب المهم للدنيا كلها تنتظر هذا الخطاب اليوم